السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية لا تنسى الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنسى دعم الفيديو بالليك ثم الاشتراك في القناة قسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس قسفت الشمس لموت إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل ألا وإنهما لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المساجد خصوف القمر وظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس على القمر في الأوضاع العادية وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي أي على خط واحد فعند ذلك تحجب الأرض ضوء الشمس عن القمر فتحدث هذه الظاهرة ومن المنتظر أن يتابع عشاق الفلك أطول خصوف جزئي للقمر في هذا القرن الأيام القادمة وسيحجب ظل الأرض ضوء الشمس من الوصول إلى القمر إلى حد كبير ما يغطي جارنا القمر بالظلام وتظهر إحصائيات وكالة ناسا عن خصوف القمر من عام 2001 حتى عام 2100 أن الخصوف الجزئي لهذه الأيام سيكون الأطول في القرن حيث تبلغ مدته أكثر من ثلاث ساعات وثمانية وعشرين دقيقة وثلاثة وعشرين ثانية وقارنت الإحصاءات ذلك بأطول خصوف كلي في القرن والذي حدث في عام 2018 وامتد لما يقارب ساعة وثلاثة وأربعين دقيقة وسيكون هذا الخصوف الجزئي للقمر هو أطول خصوف حدث منذ ستمائة عام أثناء خصوف القمر يغمق القمر وأحيانا يتخذ لونا ضاربا إلى الحمرة وبالنسبة للخصوف الجزئي فإن ظل الأرض لا يغطي القمر بالكامل ومع ذلك ما يزال الخصوف الجزئي تجربة رائعة لعشاق الفلك حول العالم تقول وكالة ناسا قد لا يكون الخصوف الجزئي للقمر مذهلا للغاية مثل الخصوف الكلي حيث يكون القمر مغطى بالكامل بظل الأرض ولكنه يحدث بشكل متكرر أكثر وأكثر وهذا يعني فقط المزيد من الفرص لمشاهدة تغيرات طفيفة في نظامنا الشمسي تحدث أحيانا أمام أعيننا أمام هذه المشاهد التي لا دخل للبشر فيها ولا دخل للإنسان فيها لا تعجز عن كتابة سبحان الله سبحان الخالق سبحان من هذا ملكه وسبحان من هذه عظمته وسبحان من هذه قدرته